السلام عليكم أخوتي نحن سأتسمى أحد شاصر البارح في وهرن مصيبة هذه الصراط والسبب ساعتها كان الكلاش الكلاش اليوتيوب فيسبوك والريزول السوشيو كان أخذ ساكن في ايسا زاكي ايسا الفارق ايسا فاروق العدل سأرى فيديو وقال لهم هذا الكلاش هذا اليوتيوب سيصلكم سيصلكم للاجتسيس الكريم دموماته لأن اختيار مصر ولكن هؤلاء الناس لا تعلم الحدود هؤلاء الناس سيصرف وإن لا يشعبهم أو يجب تروجها في الكلاش قام بها عادية يجب تروجها بنتها لا يوجد حدود الناس سوف تفهمين سنراه الوقت هذا الناس شاص للبرح لأي الناس اللي يضعوا فيديو في اليوتيوب اللي قيدواها عبرة ماشي سهله وربه ما زال ما خلق إنسان يغلب على العالم كن فاهمين ما زال ما خلق إنسان يغلب على البنياد هذه ما أمرها ولا صرات ولا غادي تصار سماهي يجي النهار ونطيحوا في واحد مقود عليكم طيحوا في واحد مهبول طيحوا في واحد ما يسمع بتاحد والإنسان يضرب البارح كان قادر يخدمها عقل فيديو الذي تصبحه فيه والتفاعل السؤال على مقودين يخسر الى الأفوكا ويقول لكي نأتي مع هذا الناس ويقول لديه الأدلاء هل يفهمون؟ الأفوكا يضبه رأسه يريد لكي يفعله كل شيء لكني تضيع حياة تقدر هذه المنهم وما لديها السوابق عدلية ومنها سيخطها نقوله منهم وثلاث سنين وحاولة قتلة ومنها تضيع حياته فهمتوا كيف؟ عندما نعلم الشيطان ترتبون إذا اردتكم في مبارد وهذا التهجر منك لكم المشاكل للناس و الارواحكم لتتعلمون بسيطة من الناس لتنجمون لهم لا أعرف الكتيريسيين لا أعرف أنا ثم إذهبوا في اليوتيوب لا يوجد حلواتهم لتنجم في اليوتيوب قريبا أنظر التوتو الناس تستطيعون الغرب يتم تحديد لتحديد أن يكون وليس ستحتاجها وليس ستحتاجها على اليوتيوب هذا كيف ثم استغلتوا هذا التهجر هذه التكنولوجيا تغلقها في السبب والشتم وحورب اليوتيوب